قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع ومع ذلك فإن الأنبياء الذين كانوا منهم هم قتلوهم وحاولوا قتل من لم يستطيعوا قتله منهم فهم قتلوا زكريا الذي هو رب مريم وكفلها قتلوا وطاردوه فانطلق إلى شجرة فدقل في شجرة فآوته الشجرة فنشر الشجرة به فقتلوا ثم قتلوا ابنه يحيى عليه السلام وهو رسول أيضا قاتلوا يحيى عليه السلام وقدمت رأسه مهرا لبغيه من البغاية وأرادوا قتل عيسى عليه السلام فهم متخصصون في كراهية رسل الله وفي العناد مع الله تبارك وتعالى المسيح عليه السلام عيسى بن مريم أخذ يدعوهم إلى الله وإلى التوحيد عبدوا الله ما لكم من إله غيره أنا رسول الله إليكم أنا أبشركم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم نقموا عليه واستثاروا الرومان الوثنيين عليه ومع هذه الاستثارة حكم عليه بالقتل صلبا وهذه وسيلة من وسائل القتل عند الرومان وسيلة من الرومان عندهم عدة وسائل القتل أشهر وسائل القتل عندهم ثلاثة الصلب أن يأتوا بالإنسان ويضعوه على جزع شجرة ثم يصلبوه يدق يديه ورجليه في الشجرة أو يأتوا بخشبة كبيرة جدا ثم يصلبوه عليها ويدقوه كما ذكرنا الصورة الثانية أن تقطع رقبته بالسيف الصورة الثالثة أن يأمر المحكوم عليه بالقتل أن يأخذ السمى فيتحساه فإن لم يفعل فعلوهم به ذلك هناك صورة أخرى كانت تتم في عهد الأباطرة وهي أن يؤمر المحكوم عليه بالقتل أن يقطع شريان يده ويظل يتفرج على نفسه حتى ينزف دمه مع وجود حرس يراقبون ذلك صور للقتل الصورة التي اختاروها لعيسى عليه السلام هي صورة الصلب ثم لما علم عيسى عليه السلام بهذا الحكم أخذ يعز أتباعه ومريديه الذين هم في مقام الصحابة عندنا رضوان الله تبارك وتعالى عليه ثم أتى الحرس والجنود واحتشدت بني إسرائيل لينظروا كيف يصلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وانطلق عيسى عليه السلام وانطلق معه أحد الخونة وهو يهوذا انطلقا يفران من هؤلاء الجنود فدخل بيتا فدخل الجنود وراءهم إلى هذا البيت وظلوا يطاردونهما من حجرة إلى حجرة حتى في الحجرة الأخيرة وجدوا واحدا هم بيطاردوا كام اثنين مع المطاردة في النهاية وجدوا واحدا وهذا الواحد ألقي عليه الشبه هذا الواحد هو الخائن يهوذا ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام فقبضوا على يهوذا من العجيب انتبه كما ذكرت أناجي لهم أن يهوذا وهو مقبوض عليه كان ينظر إلى أعلى ونظر الجنود إلى أعلى فوجدوا سحبا وجدوا سحبا وغبارا ووجدوا يهوذا يصرخ إلى أحد داخل الغبار أحد داخل السحب ويقول سيدي سيدي لما تركتني سيدي سيدي لما تركتني لم ينتبهوا لأنهم رأوا سحابا ورأوا غبارا وقبضوا على يهوذا وقد ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام وجروه وضربوه وسحلوه وأدموا وجهه ثم أخذوه فصلبوه فقتلوا وهم مقتنعون تمام الاقتناع بأن الذي قتلوه هو عيسى بن مريم عليه السلام يسألون سؤالا ملزم نحن قلنا فيه الإلزامات مثل مسألة مريم هناك سؤال ملزم إذا كان الذي قتلتموه هو عيسى عليه السلام فأين يهوذا مش هم كانوا اتنين طيب إذا كان الذي صلب وقتل هو عيسى عليه السلام فأين يهوذا فيقولون أنجاه الله نقول من الأولى بالنجاح من الأولى بالنجاح هذا أم ذاك هنا الأمر حدوث الاضطراب والدخان والغبار الكثير الذي حدث يوم الصلب كيف يفسر هذا؟ هم يقولون أن عند صلب المسيح غاضبت السماء فلما غاضبت السماء حدث الاضطراب وحدث الغيوم نحن في التحقيق التاريخ نقول هم اثنان دخل البيت فاختفى واحد وبقي واحد قبض عليه ألقي عليه الشباب كثير من تلامذة اليسوع فروا ساعة الصلب وهناك من بقوا فرأوا كائنات نورانية تنزل وهذه الكائنات النورانية حدث غيوم شديدة جدا ظلل من الغمام وفي هذه الظلة من الغمام الملائكة أخذت عيسى عليه السلام وارتفعت به وارتفعت به نقول لهم أن الذي ارتفع به هو عيسى عليه السلام وهذا مصدق لما قاله الله بل رفعه الله إليه هم يقولون لا هذا غضب السماء ويقولون أن المسيح هو الذي صلب بدليل أنه قال ربي ربي لما تركتني يعني يا ربي الذي تركتني لماذا تركتني أسلة نقول طيب أين النص فمسكنا النص فوجدنا النص ماذا يقول يقول النص دوميني دوميني مع الكلمة الثانية هذه لاتيني دوميني دي لاتيني الكلمة اللي بعدها لماذا تركتني دوميني دي لما تبحث عنها في القاموس التي تجد معناها سيدي سيدي طيب هل يلزم أن يكون سيدي عن ربي وهل المسيح عليه السلام يخاطب ربه ويراه في الغمام ويقول لما تركتني وهل الرب يتخلى عنه ولا الحقيقة أن يهوزى لما دخل هو وعيسى عليه السلام والرومان وراهم وراهم وقم يقبض عليهم واحد ارتفع فيهوزى رأى المسيح يرفع فتعجبوا أراد أن يرفع مثله لأننا نحن اثنين هربانين ساوا فأراد أن يرفع مثله فلم يرفع فلما لم يرفع قال سيدي سيدي لما تركتني يبه هذا هو الكلام الصحيح ويوافق القرآن في أن الذي رفع هو عيسى صلى الله عليه وسلم هنا الأمر حدوث الاضطراب والدخان والغبار الكثير الذي حدث يوم الصلب كيف يفسر هذا؟ كيف يفسر هذا؟ هم يقولون أن عند صلب المسيح غاضبت السماء فلما غاضبت السماء حدث الاضطراب وحدث الغيوم احنا في التاريخ وفي التحقيق التاريخ نقول هم اثنان دخلا البيت ذكرت لكم اثنان دخلا البيت فاختفى واحد وبقي واحد قبض عليه ألقي عليه الشبا كثير من تلامذة اليسوع فروا ساعة الصلب وهناك من بقوا فرأوا كائنات نورانية تنزل وهذه الكائنات النورانية حدث غيوم شديدة جدا ظلل من الغمام وفي هذه الظلة من الغمام الملائكة أخذت عيسى عليه السلام وارتفعت به وارتفعت به نقول لهم ان الذي ارتفع به هو عيسى عليه السلام وهذا مصدق لما قاله الله بل رفعه الله إليه هم يقولون لا هذا غضب السماء ويقولون ان المسيح هو الذي صلب بدليل انه قال ربي ربي لماذا تركتني يعني يا ربي لماذا تركتني أسلا نقول طيب اين النص فامسكنا النص فوجدنا النص ماذا يقول يقول النص دوميني دوميني مع الكلمة الثانية هذه لاتيني دوميني دي لاتيني الكلمة اللي بعدها لماذا تركتني دوميني دي لما تبحث عنها في القاموس اللاتيني تجد معناها سيدي سيدي طيب هل يلزم أن يكون سيدي عن ربي وهل المسيح عليه السلام يخاطب ربه ويراه في الغمام ويقول لما تركتني وهل الرب يتخلى عنه ولا الحقيقة ان يهوزا لما لما دخل هو وعيسى عليه السلام والرومان وراهم وراهم وجم يقبض عليهم واحد ارتفع فيهوزا رأى المسيح يرفع فتعجبوا اراد ان ايه ان يرفع مثله لان احنا اثنين هربانين ساوا فاراد ان يرفع مثله فلم يرفع فلما لم يرفع قال سيدي سيدي لما تركتني يبا هذا هو الكلام الصحيح وهي وافق القرآن في ان الذي رفع هو عيسى صلى الله عليه وسلم ذكرتم ان يهوزا خائن فما هي خيانة خيانة يهوزا ان هو كلف بتسليم المسيح فهو رافق المسيح ليدل عليه ولذا كان هم يطردوا وهو ايه يبين لهم احنا فين عشان يجي يدخلوا يقبضوا على المسيح لما دخلوا اخر غرفة يهوزا كان فرحان اوي قال هم دخلوا اخر غرفة هيقبضوا على مين ويدوني الجايزة دخلوا بيبص ملقاش المسيح عليه السلام ها سيدي سيدي لم تركتاني وهم دخلوا لقبار وغيال او حضرته والشبه ملقى علي خدو لا يحق المكر السيء الا بيهوزا لان يهوزا اهله فحاق به المكر السيء بس نعم جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اشتركوا في القناة